اهلا بكم الى موجز اخبار الان شدد وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية دكتور انور جيرجاش على انه يصعب الدفاع عن الموقف المستندي الى التأمر ونكث العهود وغياب المصداقية في اشارة الى قطر وماكينتها الاعلامية والديبلوماسية التي تحاول دفاعها عن موقف الدوحة وسياستها من دون تسميتها بالاسم وقال دكتور جيرجاش ان الصوت الاعلامي الوحيد لهذه الدولة غدت مهمته اصعب في ظل ادلة تؤكد زرع الفتن مشيرا الى ان جوهر الاعلام المؤثر هو المصداقية اعلن المكتب الصحفي للمبعوث الاممي الى سوريا سيفا ديمستور انه من المقرر ان تنطلق الجولة السابعة من المحادثات السورية السورية في جينيف يوم العاشر من يوليو تموز المقبل وجاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الاممي انه من المقرر ان يصل المدعوون الى جينيف يوم التاسع من يونيو حزيران واضاف البيان ان ديمستور يعتزم دعوة الاطراف الى جولات اخرى خلال الشهر الجاري وكذلك خلال شهر اغسطس اعلنت قوات سوريا الديمقراطية ان مقاتليها تمكنوا خلال العشرة ايام الماضية من حملة تحرير الرقة من تصفية 312 مسلحا من تنظيم داعش الارهابي وتحرير اربعة احياء من المدينة السورية واوضحت ان الاحياء الاربعة التي حررت في مدينة الرقة هي المجلب والسباهية والرومانية والصناعة مشيرة الى ان مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بسطوا سيطرتهم ايضا خلال الفترة المذكورة على مناطق عدة اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل قرابة 180 مسلحا من تنظيم داعش من بينهم قياديان عسكريان وذلك في غارات شنها الطيران الروسي قرب مدينة دير الزور شرق سوريا يومي السادس والثامن من حزيران يونيو الحالي واضفت الوزارة ان الضربات الجوية استهدفت منشآت لمسلح داعش ما ادى الى قتل القياديان الميدانيان ابو عمر البلجيكي وابو ياسين المصري اعلنت الشرطة البريطانية ان 58 شخصا فقدوا في حريق برج جرينفل في لندن وباتوا في عداد القتلى وذلك بعدما افادت السلطات في حصيلة سابقة ان الحريق اسفر عن مقتل 30 شخصا وقال المسؤول في شرطة لندن في تصريح للصحفيين ان هذا العدد مرشح للازدياد ضاعف الجيش الفلبيني جهوده التي ترافقت مع غارات جوية وقصف مدفعي ضد المقاتلين المتشددين المتحاصلين في احياء مراوي جنوب البلاد في معارك اسفرت عن اكثر من 300 قتيل خلال شهر تقريبا ونقلت شبقة ان سيا التلفزيونية عن مسؤولين عسكريين قولهم ان 400 رجلين ارسلوا من وسط البلاد لتعزيز قوات الجيش الى اللقاء